تحتفل القوات البحرية بعيدها الخامس والخمسين الذي وفق يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات الذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية وخلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية وذلك بمناسبة الاحتفال لبعيد القوات البحرية أكد قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوى أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في السادس من أكتوبر عام 1973